اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عبدالغاني يتفضل اخي احمد عبدالغاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاكم الله خيرا أخي أحمد ونفع الله بك وفي ميزان حسناتك إن شاء الله مرحبا مجددا بجميع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إن شاء الله اليوم هو اليوم الثاني من دروس حسن خطك أونلاين إن شاء الله قريبا هيكون العملي وسيكثر العملي لكن قبل أن نبدأ إن شاء الله بإذن الله هناك بعض الأشياء لابد إن إحنا يكون عندنا علم بيها ومعرفة بيها فإن شاء الله مبدئيا أنا سأبدأ بالكتابة هتكلم إن شاء الله أو سأبلغ حضراتكم أو أعلمكم بأنواع خط الرقع نجتهد تكتبوا معي كل اللي ما أحضرش كلمه وأوراقه وزي ما ذكرت لحضراتكم إن شاء الله تكون الأوراق دفتر وليس بعد إذنكم وليس أوراق مفردة بحيث إن حضرتك يكون عندك حصيلة بشغلك عارف حضرتك أو حضرتك إيه اللي كتبته تشوف التطور في مستواك حتى لا تفقد هذه الأوراق صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين سأذكركم بشيء الجلسة دي مش جلسة خط الجلسة دي جلسة إيمانية فلابد إن شاء الله بإذن الله إن احنا نكثر من ذكر الله فيها نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نستغفر نذكر بعضنا البعض بهذه الأشياء الطيبة إن شاء الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي صح ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إيه؟ من ملأه أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى أو كما قال النبي عن ربنا سبحانه وتعالى فإيدك هتشهد فتكتب تصلي على النبي أنا مش جايبك تحضر مش هدفي بس إن حضرتك وحضرتك تحضره خطه خلاص طيب يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا أوراقكم هتكتب معايا وهترسلوا لنا كتاباتكم الطيبة الجميلة يعني هبدأ أعمل نموذج بسيط كده للكتابة بخط الرقعة بسم الله بالبوصة إن شاء الله سأكتب بيئة البوصة أنا سايبكو بحريتكم طبعا اللي بحب يكتب بالكلم الرصاص يكتب ميزة البوصة إن هي أفضل أداة نقدر نكتب بيها هي مش دورة بسي بوس ولا هي قلم عادي أنا هتنوع وأتنقل بحيث إن أنا يعني أدي كل واحد ما يحبه وما يفضله حضرتك تفضلي الكتابة بالقلم الرصاص بعد شوية بتقولي لي بعد إذنك يا أستاذ أو تذكريني إن أنا أكتب بالقلم الرصاص حد تاني بحب بالقلم الحبر مش مشكلة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فدي تبقى مهارة وميزة عند الأخ اللي بيكتب بالرصاص واللي بيكتب بالقلم العريض وإنتي كمان يعني أنا عايز حضرتكم إن شاء الله بإذن الله صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم عايز حضرتك وحضرتك يكونوا عندكم المهارة دي كان فيه أخوات ما بيعرفوش يكتبوا إلا بالقلم الرصاص بس قلنا لهم لا ابدأوا يلا دخلوا البوس وبالفعل وأخي كان معنا من فرنسا اسمه فوزي في الدورة الماضية كان ينفضل الكتابة بكلام لا قلنا له لا اكتب بقى بالعريض صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يلا علشان ما نكثرش من الكلام النظري اليوم إن شاء الله أكتب مرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم دي بنرسمها الرا دي بنرسمها كده صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنا بكتب بعنا مهلي خالص باستعجلش تجدوا أن أنا بكتب حرف حرف صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أكون حذر إذا أنا بكتب بالبوصة إن أنا ما إدية ما تنزلش على الحروف علشان ما تعملش مشكلة بالحبر ولا توسخ الصفحة عفوا ممكن أضع هنا هو خط الرقعة لا يشكل النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مميزات خط الرقعة ونقول بعض الأشياء عن خط الرقعة إن شاء الله بإذن الله ولكن خليني أقول مرحبا بكم حاضر يعني عادي آه طبعا اكتب بالكلم ما هو اللي ما عندوش أكلام ما عندوش بوصة يكتب بالأكلام ولما بابا إن شاء الله يروح المكتبة يشتري لنا بقى البوصة دي طيب في مصر الناس بتجيبها من عند القصب اسمه القصب أو الإيه بنسمي إيه بالمصري البوص بنسميه البوص طيب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم خليونا نبدأ في الكتاب على طول كلمة مرحبا بكم إن شاء الله يكون الجميع يكتبها ويكتبها أفضل مما يشوفها كمان ما تكتبش من آه ألغاب جميل صح يا أبو عمير نعم بارك الله فيكم صح هو الإسم الآخر لها ألغاب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب كتبنا مرحبا بكم خلينا كل حصة نكتب شيء معين طبعا إحنا عهدنا إن إحنا بالقرآن بنكتب آيات من القرآن وجمل وأحاديث فإن شاء الله كل حصة هيكون فيها ابتداء الشيء معين فأنا عايز إن شاء الله تبدعوا في كتابة مرحبا بكم أختي الفضلة فاطيمة طلبت إن هي تكون بالكلم الرصاص بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باجي من فوق السطر هنا أعمل حرف الميم أنزل شوية بعدين أمشي على استقامة حرف الميم أهو بعدين أخد الحاق خلونا نجيب كلام آخر غير ده بسم الله خلينا نكتبها مرة أخرى الكلام أحيانا الكلام ما بيكونش لسه اتجاهز للكتابة فأنا ممكن بعمل الحركة دية لإني لما كن بريه بيكونس إنه مش متزبط صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوفه مرة أخرى أهو بسم الله الرحمن الرحيم كمان مرة في مكان كويس شوف القلم خطه عمال يحلوه إزاي كل الشيء كل ما بكتب بيه ليه القلم نفسه ما تجهزش للكتابة كان لسه مبري سنه لسه ما تجهزش السيارة لحضرتك أو حضرتك بتشتريها الجديدة بيقولك ما تمشيش أكتر من مئة كيلو في الساعة ليه السيارة لسه بتلين هذا كلام الميكانيكيين والمهندسين طب هو إيدي وإيدي حضرتك وكلمي وكلم حضرتك صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب خلينا إن شاء الله بإذن الله نشوف إن شاء الله نبدأ بقى مع بعض نكتب طيب يلا يا كيرو هنشوف خط الرقع بقى ومميزات خط الرقع وأنواع خط الرقع صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنتكلم على حضرتكم هنقول أولا إن شاء الله أولا أنواع خط الرقع بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء هنتكلم عليه النهاردة أولا أنا بكتب بالألم يبقى أنا فيه تنوع أنواع أنواع خط الرقع أو الرقع صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تمام حضرتكم طيب عندنا نوعين بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا يلا تدريب بقى حاول تكتهد وتقلد الخط أنا لسه مدرستش خط بس النهاردة أيضا زي تسخين لحضرتكم في أخوات ما شاء الله الأخت اللي من ألمانيا من برلين خطها جميل جدا وفي ناس من فلسطين ما شاء الله خطهم جميل أنا شفت الخطوط أستاذ ناهر مورجان خطه جميل أنا شفت كل شفت أنا برفع كل لوحة فبكرها كل اللوحات طيب أول شيء الخط الفني هنقول واحد الخط عفوا الفني خط الرقعة الفني وهنعرف يعني إيه فني صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب الخط التاني تاني نوع من أنواع الخط أهو رقم اتنين الخط ممكن طيب نعملها بالشكل ده الخط الفني والخط العادي أو ممكن أقول بدل كلمة العادي هقول كلمة الدارج صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا نوعين من أنواع الخط العادي والخط الدارج طيب يلا يا مستر كلمنا بقى حضرتك عن الخط الفني ايه هو الخط الفني بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الخط الفني خلينا نقول ايه هو الخط الفني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو الخط الذي يكتب بسمك طيب يعني سميك صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وبالبوس يكتب في ناس بتشتف الأقلم يا أخواني يا جماعة الخير يعني في ناس بتشتف الكلم الرصاص يروحوا مثلا شطفينه من خلال الكتابة على ورقة الذي يكتب بسمك على ورقة الله يعزكم سنفرة أو بيعملوا بالقطر عادي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بسمك أو بالبوس بالبوس والحبر صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ومش كده بس يعني مش أكتبه وانا خلاص عارف ان انا بكتبه بالأشياء دي وخلاص لا كمان له كواعد ومتعرف على هذه الكواعد عند الخططين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم والحبر وله كواعد شوفوا الألم بدأ يتزبطه عشان ممكن أنا أكون بكتب من شوية بخط النسخ شطفة وميل خط النسخ غير الرقة وله كواعد محددة كواعدين ومتعارف عليها بين الخططين كده ده الخط الفني صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه بقى الخط الدارج صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم الخط العادي أو الدارج ده بقى الغالبية اللي بتستخدمه في كتابتهم اليومية خط ده اللي اللي معظمكم بيكتبوا بي ويقولوا احنا بنكتب بخط الرقة اللي ما درسش يبا هنقول الغالبية هذا النوع تستخدمه الغالبية صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباتهم عايز خطوتكم احلى من خط في كتاباتهم اليومية خلينا نقول اليومية هنا دون دراسة اهو دون دراسة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليه نحط فصلة منقوطة لسهولته وإيه تاني يا أستاذ وسرعته صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب وإيه تاني وليس له إلا أنا بكتب بي دلوقتي صح كواعد خاصة به ها وإنما خلينا أقول آخر سطر كده هواعد خاصة به طيب وإنما يستمد وإنما أو كواعده وإنما كواعده العامة يستمدها من الخط الفني خلصت منتظر إجابتكو بقى يب إحنا صحيح هندرس مين إذن أي الخطين سندرس يا إخواني الكرام ويا آل حسن خطك أونلاين طبعا إحنا مش هندرس الدارج طبعا مستحيل الدارج لا يدرس الدارج كل الناس بتكتبه بابا بيكتبه دلوقتي يا عمر عرابي طيب إحنا هندرس الفني إحنا مش هندرس ولن ندرس الخط الدارج ليس هو خط أصلا ليس له كواعد ده اللي الناس بتكتبه بنفسها صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كده انتهينا من النقطة الأولى اللي هي خط الرقع الدارج أنواع خط الرقع انتهينا من أولا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة